المهندس صبر فضلي علي مفاتش سد ومفيد وهويس دميات هيشرح دلوقتي نظم تشغيل سد دميات الضخم لحماية مياه النيل العزبة خليني أسعارك على آليات التشغيل هنا بتتم إزاي؟ والتطوير اللي بيحصل هيفيدنا إزاي؟ وهيساعدك إزاي في عملية التشغيل؟ حضرتك كان شغال الهيدروليك الأول وبعدين حاولناه الوقتي كهرباء ولما يتحول الكهرباء يبقى شغل أطق وأشمل وأحدث من الهيدروليك دي الهويس حضرتك بيعبر منه الوحدات النهرية طبعاً بيعدي فيها بطايع وسياحة وكلام من دي حضرتك وده حضرتك البوبات المفيد ده بالنسبة لتصريف أي كمية مية زيادة لأن المفيد توصل عند 180 وقتد التصريف بعد كده بتروح تلت السلام ويقع على فتحات الجانبية من نهر النيل ويتم توزيع الأرض الزراعية بالنسبة للفلاحين وكلام ده كله على مدى عمليات التطوير طبعاً إحنا موقفين النهل النهري صحيح الهويس بشكل عام الحركة ليه عامل ازاي؟ طميني على النقل النهري نقل النهري حضرتك فيه مراكب ممكن تيجي حضرتك من النيل وتنزل في الملح وساعات بتيجي من الملح راح على المواني مسلاً راح على الميناء راح على الميناء راح على الميناء بس طبعاً الوقت الهويس وقب باله آآ ستة شهور عشان فموقفين النهر آآ عشان العملية التكفيف اللي هتتم في الهويس وانشاء البوبات الجديدة يعني عملية التطور بالكامل هتتم خلال ستة شهور دي احنا آآ هو المفروض لا العملية متقسمة آآ بوبات مفروض في الأول جزء مثلاً حوالي ستة شهور حوالي تمن شهور لأنه كانت العملية خمسة شهر شهر وبقيت التاني عشان ما وقفش المجرى الملاحي خالص فبتم عملية المفروض الأول وبعد كده بنزل في بوبات الهويس على اساس ما يتمش آآ أي قطل في عملية النقر النهري وإحنا لما بنيجي نعدي مركب جاية من مينة دخيلة أو مينة اسكندرية وانا هفتح لها الباب ميت النيل هتعدي آآ يبقى إزاي بقى؟ حضرتك يا باشا احنا بنقوم جايين قفلين البوبات الخلفية الموجودة حضرتك ديتي والمركب لسه في المعالي ولا لا في المعالي مثلا خليها جاي من النيل مثلا آآ وبين قوم جايين بدخلينها بنفتح منصوب المية دي بمستوى ده يعلى المية ويتم الملاك بتاعدي وبعدين أقفل هنا أبتح قوة موجودة آآ أنزل الحوط وبعدين تبتلي تتعدي على مستوى نفس المية اللي وراء خلفية المنصوب المية بتاع الحوط اللي بنشوفها فلوسر وأسوان فرحات المركب السياحية آآ أي واحد